دعا زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر القضاء بالتزام الحيادي بشأن إعادة العد والفرز يدويا مطالبا بتحديد فترة زمنية غير طويلة لإنهاء عملية العد والفرز الصدر وفي بيان له قال إنه في حال تأخر العد والفرز لغاية شهر تموز المقبل فينبغي على الحكومة للالتزام بالقانون ولا توسع صلاحياتها وتستغل الفراغ الدستوري مشيرا إلى مخاوف من أن يكون العد والفرز بداية لإعادة الانتخابات ووأد العملية الانتخابية التي وصفها بأنها وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة كما طلب الصدر الكتلة السياسية إلى مواصلة المباحثات فيما بينها لتشكيل التحالفات والحكومة المقبلة ترجمة نانسي قنقر